وانا بشبه لحضراتكم كأنه ملعب كرة قدامي ملعب كرة دايماً بيبقى فيه راس حربة قدامي احنا بنلعب باتنين راس حربة ان كنت انا بفهم في الكرة يعني اتنين راس حربة دلوقتي اللي بيهاجموا مين هما الاتنين؟ مدرسة الدبلوماسية المصرية او اللاعب الدبلوماسي ومدرسة الرأي المصرية او لاعب الرأي دول اتنين روس حربة شغالين شغال محمد عبدالعاطي وسامح شوكري دول روس حربة في المعركة طويلة المباراة الماراثونية احنا بناخد مباراة ماراثونية طويلة منهكة منهكة بحق عايزة لياقة ذهنية ولياقة بدنية ولياقة معنوية وعايزة واعي عايزة واعي من الجمهور اللي قاعد بيتابع فانا عندي اتنين روس حربة شغالين لو طرحت دلوقتي صوت سامح شوكري هو الاعلى صوت محمد عبدالعاطي هو الاعلى ليه؟ بيتحركوا الاتنين دول روس حربة صنع الالعاب وارا جهاز المخابرات العامة المصرية بيعمل ايه؟ بيمد المدرستين او المهاجمين بما لديه من معلومات مهم جدا وبشكل واضح في الخلف في منتصف الملعب بيقف مين؟ مين اللي بيقف؟ اللاعب الاساسي المدرسة العسكرية وقفة منتابها وقفة منتابها وسيب المهاجمين بيشتغلوا هي معركة يا جماعة بكل ما تعنيه الكلمة مركة طويلة احنا مش عايزين هتبقى حارب احنا عايزين نصل الى حل دون اراقة دماء عايزين نصل الى حقنا من غير ما نتكلف نقطة دم من غير ما نتكلف سلاح ده امانينا لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ربما لا تنجح ربما لا تنجح هذه المحاولات ربما وارد ندعو الله ان تنجح لكن ربما لا تنجح ايه اللي بيحصل؟ باقولك عندي اتنين روس حربة قدام عندي جهاز شغال بيمد بالمعلومات وتقديرات الموقف عندي قوات مسلحة وراء وعندي مدرب بيحرق كل هؤلاء الرئاسة انا بتكلم بشكل مبسط المسألة بقول يا جماعة لا يمكن لا يمكن انه فيه لاعب يسبق لاعب هي خطة معدل رياضية منفحش واحد يجي يقول لي يعني احنا نحارب امتى يا سيدي؟ مش شغلتك الحرب امتى؟ يا سيدي ممكن ما نحاربش هو احنا ممكن ما نحاربش؟ اه ممكن ما نحاربش طب واحنا عايزين نحارب؟ لا والله مش عايزين طب احنا ممكن نحارب؟ اه ممكن نحارب طب احنا مجهزين؟ اه نجهزين خطط طب احنا ممكن ننجح دبلوماسين؟ اه ممكن ننجح دبلوماسين طب فيه عرقلة؟ اه فيه عرقلة فيه صعوبة فيه صعوبة انبارح سامح شكرا هيكلمة مبونمة جدا قال لابد ان نستنفذ اولا نستنفذ اولا ايه كل المحطات الدبلوماسية كل الاوراق الدبلوماسية يا اخي انت اي مشكلة بتروحها لأي حد تبدأ مع الاول بالحسن حتى يا اخي في الزواج والطلاق الاول بالحسن وبعدين بتروح تشتك الحد مش هو ده كلام اللي بيحصل يعني تعمله الاول لقاء انتو الاثنين تتخالي مع واحد تروح تكلم معاه ما نفعش كلام نجيب وسيط ما ارضيش بالوسيط بروح اشتك لأهله وغيره وغيره وبعدين بصعد الموضوع للسلطات وبعدين بروح الاسم وبعدين خلاص بقى مفيش الاخر بقى فيه فلابد ان احنا ناخد الخطوات زي خطوات التقاضي يا جماعة الاول خطوات التقاضي محكمة فدائية ثم محكمة جدائية ثم ايه في استئناف في نقض الى